مساء الخير، نسألنا عن راوتر TeeBee Link 8961 هل يدعم ميزة IPTV؟ هل بالإمكان بث ميزة IPTV عن طريق الويرلس بهذا الراوتر؟ واليوم الذي نحن بهذا الفيديو سنتعرف على طريقة ضبط إعدادات IPTV براوتر TeeBee Link بين إيدينا ننتقل لجهاز الكمبيوتر لتعرف على الطريقة بعد أن ننتقل لجهاز الكمبيوتر، ننتقل الواجهة الرئيسية لبرمجة الراوتر وهي عن طريق الـ IP المعروف 192-168-1-1 تطلع لواجهة الدخول وبدأ دخل فيها الـ username والباسورد المعروفين الـ admin ملاحظة مهمة جداً، قد يكون الباسورد بهذا المكان مغير، بدك تنتبه لهذا الموضوع ومثل ما أنا شايفين أصدقائي، السوفت وير الخاص بهذا الراوتر هو من السوفت ويرات الحديثة طبعاً هلأ بنتقل عن تبويب الـ setup بداخل تبويب الـ setup أصدقائي بوضع إعدادات الـ IPTV ملاحظة مهمة جداً، أنا إعدادات الانترنت موجودة عندي وجاهزة يعني هذا الراوتر هلأ عب يفتح DSL عب يفتح انترنت ما عندي عليه أي مشكلة ولكن هلأ عب ضيف إعدادات الـ IPTV اللي بده يتعرف على طريقة إضافة إعدادات الـ ADSL أو طريقة إضافة إعدادات الانترنت بهذا الراوتر لحنا شرحنا عنا سابقاً بفيديو عنا على القناة رح يظهر بإشارة الآية على الزاوية وطبعاً أكيد رح نترك الرابط الخاص بهذا الفيديو بالوصف أول خطوة أصدقائي لوضع إعدادات الـ IPTV عندي default route selection بحطة بحالة space feed عندي الـ VBI بخليها بحالة الصفر والـ VCI بخليها 32 وأكيد بالنسبة للشانل مود بوضعها بحالة PPPOE بنزل لتحت شوي لعند الـ username والباسورد وهدول بأخدهم من مزود خدمة الانترنت اللي عم يقدم لي ميزة الـ IPTV بعد ما وضعت اسم المستخدم وكلمة المرور بنتقل لعند الـ default route وبحطة بحالة disable وفي ملاحظة مهمة جداً يا شباب بنتبه لـ enable NABT إنه موضوع عليها إشارة صح وكذلك الأمر لـ enable IGMP موضوع عليها إشارة صح وبالنهاية بضغط على عبارة add يعني إضافة منلاحظ أنه صار في عندي إعدادين للإنترنت بهذا المكان الإعداد الجديد اللي نزل عندي الـ VBI تبعه الصفر والـ VCI تبعه 32 بضغط على إشارة القلم بهذا المكان بتفتح عندي هذه الواجهة وبغير هذا الإعداد اللي هو disable bridge بحطه بحالة bridge Ethernet وبضغط على عبارة apply change تطبيق الإعدادات وهلأ بنتقل لعند تبويب Advanced بأعلى الصفحة في عندي عبارة root بهذا المكان بدخل على static root بوضع إشارة صح بهذا المكان وبكتب بالـ destination الرقام التالي وداخل subnet mask بكتب الرقام التالي ومن هذا المكان الأنترفيس بختار BBBOE 2 اللي هي خاصة بالـ IP TV وبضغط على عبارة add root منلاحظ أنه هدول الأرقام نزلوا بهذا المكان وهلأ يا شباب في عندي ملاحظة مهمة جداً في حال انقطع عندك الإنترنت بعد ما نهيت هدول الإعدادات كلياتهم بترجع لعند تبويب الـ setup بتنزل للآخير وبترجع لعند BBBOE 1 اللي هي VBI تبعها 8 VCI 35 وبتدخل عليها طبعاً الدخول عليها عن طريق وضع دائرة زرقاء بهذا المكان وبتتأكد أنه default root ما لا بحالة disable إنما هي بحالة الـ enable متل ما لاحظتم أنا بعد ما نهيت إعدادات الـ IP TV من تلقاء نفسها قلبة للـ disable أنا هلأ عم بوضعها بحالة الـ enable لشاني نفتح معي الـ Internet والـ IP TV بآنين واحد وبعد ما تأكدت من تعديلها بضغط على midify أو تعديل وهلأ بنتقل لتطبيق الـ IP TV لأتأكد من أنه الخدمة اشتغلت ولا لا تطبيق الـ IP TV فتح عندي وفي ملاحظة مهمة جداً أنه هلأ أنا رابط الكمبيوتر على الراوتر عن طريق كابل الشبكة ملاحظة مهمة جداً هلأ أنا عم بشتغل على كابل الشبكة وعم بتأكد منه رح ادخل على القنوات ومثل ما شفنا أصدقائي البث المباشر الخاص بالـ IP TV اشتغل عندي مثل الليرة الدهب على الكمبيوتر يعني عن طريق كابل الشبكة هلأ رح جرب هذا الشي عن طريق الموبايل عن طريق اللاسلكي الـ wireless وللأسف أصدقائي ميزة الـ IP TV عم تكثر وعم تقطش بشكل فظيع على الجوال عن طريق الـ wireless للأسف راوتر الـ TP-Link 8961 بيعطي تكسيرها على الـ wireless للأسف أثناء البث المباشر أما بالنسبة لمكتبة المسلسلات والأفلام أمورها ممتازة جدا عن طريق الجوال عن طريق الـ wireless يعني إذا عندك شاشة بتاخد ويرلس عندك جوال بياخد ويرلس بياخدها لميزة الـ IP TV ولكن لا المكتبة الداخلية تمام؟ ما فيها أي تقطيش أو أي تكسير ممتازة جدا شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة